نطر رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أربعة أيام من بعد الانتخابات التشريعية ليكشف خطته بشكل صريح تقسيم تحالف الجبهر الشعبية اليسارة يلي تصدر نتائج الانتخابات برسالة للفرنسيين مبارح ذكر ماكرون أنه ما في ولا قوة سياسية حصلت على الغالبية بالبرلمان بس بدل ما يسمي رئيس حكومة من كتة اليسار المتصدرة طلب ماكرون للقوى السياسية اللي بتتبنى قيم الجمهورية تتجمع لتشكيل اقتلاف حاكم ما وضح ماكرون مين المقصود بكلامه بس عبارة قيم الجمهورية تستسنى عادة أحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار يعني حزب التجمع الوطني اليمين المضطرف وحزب فرنسا الأبية بإيادة جون لوك ميلانشون اللي بيمتلك 71 نايب من أصل 193 حصلت عليهم الجبهة الشعبية اليسارية فإذن اللي بده يا ماكرون هو تفتيت الجبهة الشعبية الجديدة حتى يشكل تحالف من الأحزاب التقليدية باليمين الوسط والليبراليين ويسار الوسط لتحقيق هالهدف بيملك ماكرون ورقتين فيه يلعبون أولاً قدرتوا على وضع شروط على رئيس الوزراء اللي حيختاره وتانياً ابقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال بانتظار خضوع الأطراف الباقية لشروطه ردت الجبهة الشعبية على رسالة ماكرون ببيان مشترك طلب باحترام نتاج الانتخابات والتعامل مع الجبهة للتمكن من تشكيل الحكومة أما زعيمة حزب الخضر مارين توندوليه اللي هي واحدة من الأسماء المطروحة لترقص الحكومة فاعتبرت رسالة ماكرون تجاهل لنتاج الانتخابات وطلبته بالاعتماد على إيادة الجبهة الشعبية لتسمية رئيس جديد للحكومة بـ 18 تموز مفترض ينتخب البرلمان الجديد رئيسه بعملية رح تشهد تسويات ومفاوضات بين مختلف الكتل بهالاستحاق حتبين قوة الكتل ومدى انسجامة وحيبين مع مدى جديد رهانات ماكرون على شرزم التحالف اليسار بالمجلس